ذكية ونوعية هكذا توصف الاستثمارات القطرية من وجهة نظر المؤسسات الدولية التي تعنى بالاستثمار الحديث وساليبه التوجه نحو العقارات والمشيات الصناعية والسياحية ذات الطابع البيئي هي ما يجعل التجربة القطرية مثيرة للاهتمام ومن نتائجها مضاعفة العوائد في مصادر الدخل من هنا تدخل بغداد في شراكة عالية المستوى مع الدوحة استثمار في الصناعة والسياحة يعكس رغبة البلدين في تجربة بدائل للنفط والطاقة ومن خلالها يدخل العراق عصر البنى التحتية السياحية والقائمة على الترفيه كما حدث عندما أعلنت بغداد والدوحة عن مشروع ريكسوس السياحي في بغداد المشروع بحسب هيئة الاستثمار في العراق يعد أضخم المنتجعات السياحية في العراق وسيكون علامة مميزة في العاصمة من خلال حداثة التصميم ودقة العمل والجدول الزمني المحدد لإتمام المشروع التجربة الخليجية في الاستثمار وتحديدا تجربة قطر تضع العراق على بوابة عصر جديد يقوم على تنويع مصادر الدخل ويكون لقطاع السياحة والترفيه نصيب كبير فيه مثل ما رسمت الدوحة ذلك وقطعت شوطا كبيرا لتحقيقه حيث سيمثل قطاع السياحة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر بحلول عام 2030 والإصرار في تنفيذ باكورة التعاون ريكسوس بغداد سيكون باكورة الاستثمارات القطرية في مجال البنى التحتية وهو جزء من اتفاقيات وقعها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عندما زار العراق في حزيران الماضي وستتبعها استثمارات قطرية أخرى للبنى التحتية من أجل تطوير مشروعات تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار في العراق